تعاملت الجهات الأمنية والهيئة المستقلة للانتخاب مع عدة اعتداءات على صندوق اقتراع في لواء الموجر من قبل مجموعة من المواطنين تحالف راصد لمراقبة الانتخابات بيّن أنه جرى الاعتداء على الصندوق رقم 21 في مدرسة الموجر الثانوية للبنات بدوره الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أكد أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب يبحث الموقف من الاعتداءات على صندوق الاقتراع في منطقة البادية الوسطى وأوضح المومني أنه تم تكسير أربعة صندوق في مدرسة الملكة رانيا العبدالله وإضافة أوراق مختومة وتكسير شاشة كومبيوتر كما تم الاعتداء على صندوق للاقتراع وتكسير الصندوقين رقم 1 و2 فضلا عن حجز رئيس لجنة الانتخاب في مركز أمباطمة من قبل مجهولين إلى ذلك ضبطت الأجهزة الأمنية أشخاصا يقومون بشراء الأصوات في منطقة سحاب بالعاصمة عمّا تعرض الصندوق رقم 2 إلى التكسير وكذلك الصندوق رقم 1 في نفس المركز إلى التكسير أيضا وفي مدرسة الملكة رانيا تكسير أربعة صناديق وفي الموقر هناك أيضا نجم الاعتداء عن تكسير شاشة الكمبيوتر وهناك أيضا في أحد المراكز أمباطمة تم حجز رئيس لجنة الانتخاب في غرفة والتحفر عليه من قبل مجهولين ترجمة نانسي قنقر